ودي الرسالة اللي أنا لسه كنت ببدأ أتكلم فيها اللي بوصلها إلى لعيب نادي الزمالك اللي مدركين أهمية اللحظة أهمية اللحظة في ظل كل الكلام اللي بيدور حول نادي الزمالك والكلام اللي كتير من المواقع وكتير من البرامج وكتير من السوشيال ميديا بتكلمه فيه طبعا هناك بتبقى حملات موجهة ضد نادي الزمالك من من يريدون أن يهاجموا نادي الزمالك من خارج من من ينتمون إلى نادي الزمالك يعني الاندية المنافسة تلاقي صفحات مثلا بتتكلم على نادي الزمالك ويبتدي يضغط على أجواء الفريق أو على أجواء النادي أو على الأجواء الجماهرية لنادي الزمالك بتلاقي كده منوشات على السوشيال ميديا مش هتكلم في ديت لأن أنا زي ما بقولوا كده أنا بركز جدا في نادية بركز جدا في نادي الزمالك بركز جدا في رسالتي إلى لعب نادي الزمالك أن بعد الإخفاق في مباراة السوبر وانتوا أبطال الدوري وبعد الإخفاق في مباراة انبي ودي مباراة في الدوري عادي جدا إحنا ممكن نتعادل مع انبي مهم جدا أنت تكسب النادي المصري ومستبت اللي جاي مهم جدا ليه؟ لأنها مباراة بطولة دور التمانية في كاس مصري بالنسبة لي زي مباراة النهائي دور الـ 32 في كاس مصري زي المباراة النهائية أنت ممكن ما تاخدش الكاس في المباراة النهائية وممكن تخرج من الكاس في مباراة الـ 32 أو في مباراة دور التمانية علشان كده جمهور نادي الزمالك متراقب جدا لهذا اللقاء مهتم جدا بنتيجة هذا اللقاء لان احنا محتاجين نفوق فريق الكرة في نادي الزمالك وطبعا كله نجوم وفريق محترم وسكواد محترم وثقة جماهير نادي الزمالك في الفريق دوت بلا حدود عندنا ابرز نجوم مصر اللي قسروا الدنيا من 3 ايام في مباراة بلجيكا مع طبعا اخواتهم وزملائهم لعب النادي الاهلي ولعب برامز ولعب الاندية الاخرى وطبعا المحترفين وكسبنا بلجيكا وما ادراك ما بلجيكا 2-1 في مباراة برضو كنا فخورين جدا بمستوى الفريق المصري ومنتخب مصري لما بيكسب صاحب التصريف التاني في العالم فانت بتكلم على منتخب لما بتلاقي فيه نجوم نادي الزمالك منهورين في الملعب فانت النهاردة لما بتلعب مباراة زي مباراة النادي المصري وانت عندك كوكبة من النجوم وجمهور ورقب الملايين منتظر منك نتيجة ايجابية في دقاء النادي المصري عليك ان تهتم وان تدرك ان الملايين من جمهر نادي الزمالك لا يقبلوا بالخروج من الكاس ولا يقبلوا بان هما يخرجوا من الدوري والكاس السنادي او زي بقولك ده من المولد الكروي السنادي خالي الوفاة او خالي الوفاة يعني صعب جدا على جمهور الزمالك اذا كان جمهور الزمالك ودي الثقافة اللي عجباني جدا في الايام الاخيرة وفي المواسم الاخيرة وفي السنوات الاخيرة ان جمهور نادي الزمالك وانا يمكن اتربين على ده ان احنا لا نقبل ان احنا نخسر بطولات كتير ان احنا ما منحبش نتعادل ما نحبش نخسر اكيد الفريق البطل كده فانت لما بتاخد مباراة في الدوري حتى لو فقط نقطتين بتبقى زعلان جدا بس ادت عندك فرصة للتعويض مباراة النادي المصري مش مباراة بما فاش تعويض مباراة في دور التمانية مباراة مهمة جدا جاية بعد اخفاق في الدوري بتعادل مع امبي وجاية بعد اخفاق من النادي الالي انا شايف انه عادي من وجهة نظر المتوضعة بس علشان الزمالك بطل الدوري وعشان الزمالك بطل الكاس وعلشان الزمالك مع المجموعة الموجودة ومع مصر فريرا يقدر يوصل بعيدا جدا في الكاس وفي الدوري وفي بطولة أفريقيا علشان كده عشان مؤامل جمهير نادي الزمالك في المجموعة دي كبير جدا مباراة فيها ضغوط؟ آه مباراة فيها ضغوط ومباراة كل جمهير نادي الزمالك عايزين يعبروها بسلام؟ أيوة لعل التوقف كان مهم جدا جدا ويمكن النهاردة في الأخبار اللي أنا هقولها لكم بعد شوية التدريبات على قدم الوساق فريرا والجهاز الفني المعاون ليه بيعملوا كل اللي عليهم وبيبزلوا كل مجهود علشان خاطر يوصلوا لعبة نادي الزمالك إلى الطوب فورم علشان يرجع مستوى نادي الزمالك زي المستوى اللي نهى به الموسم اللي فات واعتقد أن المباراة اللي قادمة مباراة النادي المصري ولنا سمعوا من التفاف اللاعبين حول الهدف وأنه لازم نرجع نفسينا ونفوق نفسينا ده كلام مهم جدا لازم إحنا نحط عليه 100 خط وإحنا كلنا الدعم لنادي الزمالك وأنا قلت الكلام ده من حوالي أسبوعين ويمكن ناس كتير قلت لي ما احنا بندعم لا ده احنا ندعم وندعم قوي قلت لكم إن في المواقف أو في وقت الأزمات بيتبان معادن الرجال وبيبان معادن الناس زي ما بيقولوا دائما وأبدا إحنا في الفرح كل الناس بتتكلم خدنا الدوري كله فرحان ونزلنا ومصر بيضت يوم الدوري يوم الكاس لو تفتكروا مصر بيضت من اسكندرية الأسوان كل دولة كل سوري كل مدينة بتروحها كنت بتلاقي فيها جامهير الزمالك في الشوارع فرحانة جدا ببطولة الدوري وفرحانة جدا ببطولة الكاس وكانت احتفالات غير عادية وده اللي كان بيدلل على إنه لما كنت دايما أقول يا جماعة فيش حاجة اسمها 70 مليون مثلا أهلاوي و30 مليون زمالكاوي ولا أقدر أقول 70 مليون زمالكاوي و30 مليون أهلاوي ما أقدرش أقولي الكلام ده بس أقدر أقول إن مصر فيها طبعا أنديها شعبية فوق دماغنا من فوق ولكن مصر زمالك وأهلي وجماهيرات الأهل كبيرة وجماهيرات الزمالك ضخمة وكبيرة علشان كده شفنا مصر بتفرح جدا يوم الدوري ويوم الكاس طيب النهاردة في الدوحة مثلا مطشي الهلال السعودي شفنا الدوحة بيضة قطر اللي هي بتصديف كاس العالم النهاردة دي شوارع الدوحة كانت مقفولة بجماهير نادي الزمالك وشعبية الزمالك الكبيرة جدا اللي كانت موجودة وما زالت موجودة وإن شاء الله دايما تفضل موجودة في الخليج الشعبية ديت والجماهيرية ديت النهاردة كل جماهير نادي الزمالك اللي هي ورا نادي الزمالك لازم تكون وهي فعلا كده وراء نادي الزمالك وراء فرقه وراء اليد وراء الباسكت وراء كرة الطائرة وراء كرة القدم في السراء وفي الضراء وكنت بقول لكم الكلام دا من أسبوعين ثلاثة مع اللي احنا بنسمعه مع القضايا ومع الحاجزة على الأرصدة ومع كل الكلام دا أنا اللي هميني في الآخر ايه اللي هميني في الآخر الكيان كيان نادي الزمالك لما يتأثر بممارسات وبتعمد وبتعنت وبقصد وبنية إن النادي يقف أو النادي يبقى فيه عنده مشكلة مالية بتؤثر على كل الأنشطة الرياضية والاجتماعية لازم كل جماهير نادي الزمالك أن تدرك أهمية اللحظة وأهمية الموقف ومش تقولك تتعاطف مع إدارة الزمالك ولا تتعاطف مع الفرق الرياضية ولا كل الكلام دا احنا بنعمل اللي علينا كزمالكوية اللي هو ايه أنا وراء نادي الزمالك أنا كزمالكاوي وراء نادي الزمالك وأنا ضد أي حد بيعرقل نادي الزمالك أنا كزمالكاوي أنا لو لقيت نفسي أن أنا بتظلم مثلا من حكم أنا هطلع أن تقد الحكم وقول ليه ظلمتني مثلا يعني ما بقولش أنه عن سوء نية أنا بتكلم عن حسن نية بس ظلمني فهطلع أن تقده ليه لأنه هو جاء علي جاء على النادي في مباراة من المباريات لو فيه اتحاد مثلا من الاتحادات جاء على نادي الزمالك في موقف أو في قضية ما أو كان هناك سياسة الكيل بميكيالين في موقف مشابه وفيه خدم أندية أخرى هطلع أقول له ليه عملت كده علشان في الآخر أنا بقف ورا النادي بتاعي ورا النادي اللي أنا بحبه ورا النادي اللي أنا بشجعه من 40 سنة بحب النادي ده وبشجع النادي ده وورا النادي ده جي رؤساء اندية وجي مدربين وجي لعبين وأنا فضلت زمالكاوي وابني زمالكاوي وعلت زمالكاوي وزي ملايين فإحنا كلنا بنقف ورا نادي الزمالك في الصراء والضراء بنحب النادي وبنحب الكيان وبنقف وراه إن كان كسبان أو متعادل أو خسران لأن حتى لو أنا متعادل نهاردة هكسب بكرة المهم إن أنا بعمل اللي عليا ولا لأ أنا كمشجع أو أنا كزمالكاوي أنا بفطس أنا بهمد ولا أنا بسابورت وبشجع وبحمس وبعمل اللي عليا لو لقيت تأثير هاجم اللي بيأثر أو انتقد اللي بيأثر ده طبيعي إنما في الآخر لازم كلنا كلنا نقف ورا نادي الزمالك لإن ده الوقت اللي إحنا لازم كلنا نقف ورا نادي الزمالك وده مش غريب على جمير نادي الزمالك إنت لسه عندك موسم طويل جدا لسه ما عملناش حاجة عندنا مطش يوم السبت مطش مهم جدا مطش النادي المصري إن شاء الله نعديه وأنا بقول لكم التوقف ده لعله مهم جدا جدا على شخصات الأمور تعود إلى نصابها مرة أخرى ويعود مستوى الزمالك الحقيقي في مباراة النادي المصري اللي هتبقى طبعا مباراة ما بين شقيقين نادي الزمالك ونادي المصري علاقات تاريخية وأبدية دائما وأبدا وبور سعيد جواق لوبنا وإحنا بنحب جدا النادي المصري كزمالكوية مباراة ما بين اتنين أشقاء مباراة كبيرة جدا وإن شاء الله الزمالك يحسم هذا اللقاء أما الدوري في حد اطول حرج لسه الموسم طويل قوي فعلشان كده أنا بقول لكم كلنا دعم لفريق نادي الزمالكوية وبطولة أفريقيا حتى القرعة نفسها تأجلت قالك احنا نعملها دلوقتي نعملها لسه قدام هنعملها مثلا كمان شهر كمان شهرين ده في شهر اتنين وفي شهر تلاتة دور المجموعات ده دليل على ايه؟ دليل انت لسه عندك المشوار طويل جدا وإحنا المشوار طويل المشوار قصير احنا كلنا وراء نادي الزمالك في الصراء والضراء على الحلوة معاه وعالمرة معاه لان احنا بنحب كيان نادي الزمالك